بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وباكاته إن شاء الله الآن مع الفصل السابع وهنا نتكلم عن زوي إرشاد زوي الإعاقة البصرية وإسرهم إن شاء الله وهنبدأ إن شاء الله على موضوع الخدمات الإرشادية المعاقين البصرية ليه إحنا بنقدم الخدمات الإرشادية؟ الخدمات الإرشادية بتقدم ليه زوي الإعاقة البصرية للتعامل مع التحديات والصعوبات الناتجة عن الإعاقات يبقى بنتعامل مع الصعوبات والتحديات النتيجة عن ايه عن الاعاقات وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده ان الاعاقات بتؤثر سلبا على المظاهر النمائية مختلفة للمصابين بها وهذا التأثير يتباين من شخص الاخر يعني بيختلف هذا التأثير من معاق الى معاق اخر عشان كده انا دايما اقول للطلاب بالجامعة عندي والطالبان كل معاق حالة خاصة بنفسه فيتعامل معه كحالة ايه خاصة بنفسه وهذا التأثير يتباين من شخص الى اخر ويختلف من معاق الى اخر وفقا لمتغيرات مختلفة منها العمر عند الاصابة وشدة الاعاقة ونوعية الخدمات المقدمة طيب زو الاعاقة البصرية اللي ابصار طبيعي عند الناس اذا توفط اربع عناصر اذا كان في دوق اذا كان في معالجة للعين للخيل معكوس شيء ما يعكس هذا الدوق وكمان استقبال الدماغ للنربضات واعطاءه معنى ايه لها يبقى عندنا اذا كان موجود دوق اذا كان في شيء يعكس هذا الدوق واذا كان في معالجة العين لهذا الخيال المعكوس وكمان استقبال الدماغ للهربع عناصر الاساسية في عملية الرؤية وعملية الابصار طيب الخصائص النفسية والسلوكية للاطفال المعاقن بصريا عندنا طبعا في مشكلات اه اول حاجة المشكلات والحاجات اللي يعني ترجع الى الاعاقة البصرية والاعاقة البصرية لها خصوصية خاصة لان المعاقن بصريا عقليا ايه سولان ما فيش عندهم اي ايه مشكلة فاة عندهم حاجات نفسية وارشادات ومشكلات قد تكون يعني بشكل اكبر من بعض الاعاقات الاخرية عندهم مشكلات في التكيف الاجتماعي عندهم مشكلات اكاديمية ومشكلات مهنية ودود الفعل الانفاعلية عندهم يعني ودود فعل في بعض الاحيان قد تكون غير طبيعية عندهم مشكلات في قبول وتقرير الذات هم يعني في بعض الاحيان لا يقبلون انفسهم ولذلك يقدم الارشاد النفسي لزاوي الاعاقة البصرية لمعالجة هذه المشكلات التي يعاني منها زاوي الاعاقة البصرية واصف الخدمات الارشادية للمعاقن بصرية احنا ممكن نقدم لزاوي الاعاقة البصرية ارشاد فردي هذا رقم واحد وكمان ممكن نقدم لهم ارشاد جماعي عندنا الارشاد الفردي والارشاد الجماعي يمكن ان نقدم الارشاد الفردي زاوي الاعاقة البصرية وممكن نقدم لهم الارشاد الجماعي الارشاد الفردي يساعد في تحقق الاهداف الفردية الخاصة بهذه الفئة من الطلب جميل وذلك استنادا الى الاتجاهات النظرية التي يتبناها المرشد في الارشاد فهو بيحل او بيحاول حل المشكلات الفردية وتحقق الاهداف الفردية الخاصة بهذا المعاقب بصرية خب الارشاد الجماعي والارشاد الجماعي يستقدم عندما يهدف المرشد الى تحقق حاجات لعدد كبير من الطلبة زاوي الاعاقات البصرية ان احنا نقدم يعني ارشاد جماعي مجموعة من زاوي الاعاقة البصرية وده بيساعدهم على الشعوب الامن النفسي وانهم ليسوا واحدين في هذه الدنيا بمفضهم اما بيكونوا داخل المجموعة وده من فوايد الارشاد الجماعي والارشاد الجماعي كما يعمق الشعوب الانتماء لاعضاء المجموعة